قامت وزارة التجارة والصناعة وقطاعاتها المعنية بمراقبة جودة وصراحية وأسعار المواد الغذائية وغيرها لقرب شهر رمضان المبارك الفرق الميدانية والجهاز الفني للإشراف على السلع بالوزارة قام بجولة تفتيشية في الأسواق الموازية بمنطقة لشويخ الصناعية بتوجهة من المسؤون في وزارة التجارة والصناعة قامت الفرق الميدانية والجهاز الفني للإشراف على السلع بالوزارة بجولة تفتيشية في الأسواق الموازية بمنطقة الشويخ الصناعية نعم بتوجيهات من المسؤولين عندي وزارة تجارة اليوم طلعنا نحن الفريق مفتشين ومفتشات بمتابعة الأسعار ونحن مقبلين على شهر رمضان المبارك فالله الحمد لمسنا أن هناك في تعاون من قبل الشركات مع الوزارة وتم إلزامهم ببقاء الأسعار نفسها مستقرة نفسها كانت قابل أو بعد سواء رمضان أو قيل رمضان وعدم رفع الأسعار إلا بالرجوع لوزارة تجارة الحملة التفتيشية قامت بتوزيع كشفات بأسعار المواد الغدائية المعنية وشددت على ضرورة الالتزام بها وبعدم زيادة الأسعار والالتزام بقوانين وزارة التجارة خلال شهر رمضان المبارك نحن متابعين وعندنا أسعار قديمة قبل سنة وعندنا أسعار جديدة ورح يزودنا أسعار جديدة ورح يكون متابعة حنا فريقنا شكلنا حنا فريق متابعة قابل شهر رمضان استباقية الوزارة قاعد تعمل توزيع يعني اليوم احنا خصصنا إلى المواد الغذائية وجمعيات تعاونية أسبوع الغدو رح نخصي إلى اللحوم الأسبوع اللي بعد رح تمور ومطاحن وغير الأمور اللي يستفيد منها المستهلك خلال شهر رمضان اليوم جولة اعتيادية تقوم فيها وزارة التجارة لغز الأسعار قبل شهر رمضان المبارك نحذر فيها الأسواق من غفع الأسعار إجراءة فيها يقوم بغز الأسعار وإحنا نتابع وياه غز الأسعار عشان إذا سبحان الله تفع السعر أو شيء نكون على علم جولتنا احنا مستمرة في أيام الأسبوع وحتى أيام العطل نتابعها يعني نتابع المواد الغذائية الموجودة الأساسية وإذا مع المحلات إذا شفنا أي مواد غذائية مرتفعة نعطيه إشعار مراجعة أو نبلغه أنه يعني عطنا كشف اللي أنت زدت السعر وتواصل وزارة التجارة والصناعة وقطاعاتها المعنية بمراقبة جودة وصلاحية أسعار المواد الغذائية وغيرها والعمل على قدم وساق استعدادا لشهر رمضان المبارك نجيب القحطاني لتلفزيون دولة الكويت